من المؤسسات التي تقدم أدواراً تربوية مهمة هي المؤسسات الدينية والخيرية فمن مقصود بالمؤسسات الدينية والخيرية هي تلك المؤسسات دائماً للشماعية التي تخصص لإقامة الشعائر والعبادات الدينية وممارسة أعمال الخير في المجتمع طبعاً في كل مجتمعات الدنيا هناك مؤسسات دينية وخيرية تشتغل داخل تلك المجتمعات وتقدم خدماتها للجميع ولكن تحديداً لمساعدة ضعاف الحال ومساعدة الفقراء ومساعدة القصر ومساعدة الأطفال ومساعدة المرضى فهي خدمات متنوعة وجلينة والتي تعنى بتنمية الجانب الديني أو الروحي لدى جميع أبناء المجتمع وفئاته بغض النظر عن أعمارهم أو أجناسهم أو مستوياتهم التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية إذن هي مؤسسات متجهة إلى الجميع دون تمييز لأن هدفها هو النشر الأفقي للتنمية الدينية والروحية طيب تشمل هذه المؤسسات دور العبادة مثل المساجد عند المسلمين الكنائس عند النصارى المعابد عند أصحاب الديانات الأخرى يندرج أيضاً تحت هذه المؤسسات كل الهيئات والمنظمات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات التطوعية ونحوها فإذن هيكلة المؤسسات الدينية والخيرية هي هيكلة وسعة جداً وشاملة وقد تشمل حتى التطوع المتطوعين في أعمال التوعية وعمال المساعدة وعمال نشر التنمية الروحية بين أفراد المجتمع طيب الأدوار التربوية للمؤسسات الدينية والخيرية ما هي أدوارها؟ صحيح أنها قد تبني بعض المدارس وبعض المؤسسات التعليمية هذا دون شك لكن الأدوار التربوية هنا يمكن أن نذكرها في هذه العناصر أولاً هي أنها تؤمن للأفراد الفضاءات للقيام بمهمة العبادة وتلبية حاجته من نفسه للإيمان والتعبد وما يترتب عنه من راحة نفسه إذن دورها الأول هي توفير أماكن العبادة على اعتبار أنها مؤسسات دينية وخيرية ثم مساعدة الناس على الإيمان والتعبد والشعور بما يصحب ذلك من الإطمانان النفسي والاستقرار النفسي والراحة النفسي كذلك من الأدوار التربوية لهذه المؤسسات أنها تربي الناس على التمسك بالمبادئ والتعاليم والأنماط السوليكية المتناسبة مع الإيمان الحقيقي طبعاً هي بالأساس ذات وظيفة دعوية يعني ذات وظيفة توجيهية ذات وظيفة توعوية ذات وظيفة تصحيحية أو ذات وظيفة تحاول أن تساعد الناس وتنصحهم بشكل طبعاً بشكل لين وبشكل راقي وبشكل متسامح وتساعدهم على الاهتداء إلى السلوك السليم والإيمان الصحيح والمناسب كذلك هي هذه المؤسسات من وظيفها التربوية أنها تسهم في نشر الوعي الدين السليم والسليم مهمة جداً لأنه إذا خرجت هذه المؤسسات عن وظيفتها يعني فإنها تفقد صيفتها كمؤسسة دينية وخيرية وتحول إلى مسميات أخرى لذلك لابد من الالتزام بالوعي الديني السليم كونها كذلك تساعد الناس على التمسك بتعاليم الدين وتربيتهم على تطبيقها والالتزام بها يعني تجنب الناس الإبتعادة والانحراف عن التعاليم الدينية المعتدلة والمنضبطة والوسطية بالأساس كذلك تقوم بتنمية الجانب الروحي بشخصية الإنسان مهما كان هذا الإنسان أحياناً قد تكون جمعيات دينية إسلامية ولكنها تشتغل في مجتمعات مسيحية أو في مجتمعات بوذية أو في مجتمعات إفريقية أو في مجتمعات لا دينية أصلاً ومع ذلك تجد المسلم الناشط في هذه المؤسسات يقوم بدوره تونة تميز وهذا طبعاً مستمد من الروح الإنسانية العظيمة للدين الإسلامي كذلك من الأدوار التربوية للمؤسسة الدينية هي أنها تقوم بتعظيم دور العبادة في قيادة الناس للسلوك الاجتماعي الحسن والتوجيه الإلهي السليب حول أنها تعطي لدور العبادة الأهمية وتساعد الناس على بناء المساجد وعلى المصليات وعلى الاستلهام منها في سلوكهم اليومي وفي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى إذن هذه هي تقريب مجموع الأدوار التربوية الأساسية للمؤسسات الدينية والخيرية